سلام عليكم وشباب لسه مخلصين سلوات الظهر من ساعة مص تقريبا جمعة مباركة شباب مع ان الفيديو ده مش هينزل يوم الجمعة ولا هي ممكن اصلا لاحد تشوف في يوم الجمعة ولكن جمعة مباركة برضو لكل شباب اللي اتراك على الفيديو ده. في حالة النهاردة هشارك معاكم معلوم مما جدا ليه ازاي تجيب منتجات من على الشركات او من الانترنت باكتر من طريقة. احنا عندنا اربع طرق. هنتكلم فيهم واحدة واحدة ولكن مش بالتفصيل يعني هنتكلم فيهم بشكل مختصر. تمام. الاربع طرق هما ايه? اول حاجة لما يكون عندك قناة يوتيوب. تاني حاجة لما يكون عندك موقع وقناة يوتيوب ولكن الموقع هو الاولوية الاكبر توقع للموقع. تالت حاجة اه طريقة خاصة كده انت ممكن تستخدمها في انك تحصل على منتجات مجانية. وربع حاجة هي الحصول على منتجات مجانية عن طريق النقط. عن طريق تجميع النقط وهديك موقع مهم جدا لعمل الحركة دي بسهولة وهو يعني تعتبر من افضل الطرق للحصول على منتجات. ونبدأ كده على طول مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هوا الموقع اللي هنجيب عنه منتجات بتريط النقط. اه ده موقع عبارة عنك بتحمل تطبيقات او بتعمل حاجات معينة كده هو بتطلبها منك في التاسكس دي طبعا تسجيل في المواقع هوا سهل فانا مش هبايع وقت كبير في فانا ابدأ اساجل في المواقع يعني قدامكم. فالطريقة يعني هي سهلة كلها. طبعا المواقع ده يعني مش محتاج اللي هيكون عندك قناة يعني دي من غير ولا يكون عندك قناة ولا يكون عندك مواقع ولا يكون عندك اي حاجة بمجرد انك بتحمل بعض التطبيقات تعمل اكتر من حاجة بتحصل على نقطة وفي كل لما مسلا ما بتجمع ميت نقطة بيتبدأ تاخد ارباح كويسة جدا. طيب انا اقول لك حاجات انت شفتين دلوقتي بقول ارباح. ارباح ارباح ازاي. طب مش انت يا عم بتقول منتجات. انا هنخش عالشوب وهفهمك الموضوع كله. وليه انا شيرو احط لك مواقع ده بالزات. انا شيرو احط لك مواقع ده بالزات بسبب ان عروضه كويسة جدا. يعني سبك من الايفون لان مش هتجمع طبعا نشارك في نقطة بسهولة يعني. طبعا نشارك في نقطة تاخد ايفون سيفن. اه تمام هنا خمس تلاف ورمائية نقطة تاخد هنا خمس تلاف نقطة بتاخد اكس بوكس. زائد ان عندك تحت بقى سبك من ده كله. طبعا الحاجات دي لو انتو عارفين فيها طبعا يعني اللي هو الكارد بتاعت الاكس بوكس والحاجات دي. طبعا كنتو البليستيشن هنا عندك امازون كارد جيفت بخمسمائة نقطة خمسين دولار ده ممتاز جدا وخمسمائة نقطة وليه دول تعرف تجمهم بسهولة ما تقلعش يعني. خمسة عشر نقطة بمتين وخمسين وهنا اه اللي هو عندك هنا عندك عشر دولار بمية نقطة ده ممتاز جدا كزلك عندك مفاجأة في البيبل كمان دي مفاجأة كبيرة جدا ان خمسمائة نقطة بخمسين دولار في بيبل خمسة عشرين دولار في بيبل بمتين وخمسين نقطة ده ممتاز جدا زائد ان فيه كارت كمان بعشرة دولار بمية نقطة ده ممتاز جدا لبيبل زائد بعض المنتجات اللي انت ممكن تشوفها تحت وطبعا الحاجات دي بتتجدد باستمرار. تمام بس اعتاكم المنتجات المالية زي الحاجات اللي بيبقى له كده ما بتتجددش بتجددش بتياري. تمام بس اما المنتجات التانية اللي زي بنشي فينها دي بتتجدد باستمرار. تمام هنا عندك ماوس عندك هنا اللي هو عندك بعض الحاجات التانية عندك هنا عندك حاجة كتير جدا انت ممكن تستخدمها وممكن اا لو بتاع تشوف لها بيع هنا يعني في البلد اللي انت فيها فممكن لو انت عامش تستخدمها هيبقى افضل برضو. تمام هنا بقى الانت محتاج تعمل مراجعة ولا انت محتاج يكون عندك قناة ولا انت محتاج يكون عندك موقع ولا انت محتاج اي حاجة. كلها تعمل تخلش على ال هنا وتقول له وبيقول لك هنا يعني انت بتخلش مع ال بتاع عشان تشوف ايه اللي موجود عشان تعمله. هنا بيقول لك مسلا لما هتعمل ال الى قدامك. هنا مسلا بدخلنا على ال الى اللي انا بفضلها الصراحة. هنا بعض الى استبيانات بس اللي هتعملها سهلة جدا. مسلا سواني. ده استبيان بسيط جدا تقدر تعمله بسهولة. مسلا هيقول لك تحمل بعض التطبيقات وخش على بعض الاعاب. العب الاعاب مش عارف ايه. الكلام دون. وبردو بتحصل على اه زي ما انت شايف اهو. زي ما انت شايف تلاتة هنا تلاتة هنا تلاتة تحديس اهد اه احدث الخلفيات. حاجات بسيطة جدا ممكن تعملها وتحصل على انه عشان ما انتقولش كتير في المواقع ده. ربي ممتاز ما تكسلش بانك تتخدم المواقع دي. لان حتى لو مش هتواجد فيها فترة كبيرة لا سجل وحاول تربح منها بكل سورة زي ما انت شايف يعني ميت نقطة مش هيبقى صعب بالنسبة لك. زي ما انت شايف حاجات بسبعة نقطة تلات نقطة تلات نقطة ويعني على الاقل لتجمع خمسين نقطة يوميا. ده ممتاز جدا يعني يا شباب. وهتقدر تجمع ميت نقطة وتاخد على الاقل عشر دولار على بيبل ده ممتاز جدا. تمام? ونخش على طول الطريقة اللي بعدها. هيبقى ديكت اول طريقة معنا هي الطريقة اللي من غير لموقع ولا اي حاجة ولا قناة يوتيوب. طريقة عن طريق تجميع النقط. ونخش على الطريقة اللي بعدها. الطريقة اللي بعد كده يا شباب هي عن طريق حاجة خاصة بمواقع جير بيست. مواقع جير بيست اللي انت عارفينه طبعا ممتاز جدا ومواقع ده هو من اكتر المواقع واقوى المواقع اللي ممكن تديك منتجات عادية جدا. يعني موقع من افضل مواقع ممكن تديك منتجات وتوافق على ان انت تاخد منتجات حتى لو قناتك مش كبيرة. ولكنه في معض المشاكل كده بجير بست الايام اللي فاتت عشان كان معاش بيقبل كل الناس. كان بيقبل ناس كتير جدا. وناس كتير كلمتني في قبل كده شرح كنت عملته. هسيبولك برضو هتلاقيه في نهاية الفيديو. اه او اصلا ممكن انا هتكلم عنه في الشرح الناردو خلناها بس نتكلم عنه بالتفصيل لما انا وصل له. فموقع بحاجة جير بست عمل حاجة كده يا شباب اسمها جيت ات فيي. هنشوف ها كده مع بعض جيت ات فيي اللي عملها. ده غير اي حاجة في جير بست غير ان انت تكلمته وتوجد انه منتجات لأ. ده حاجة اسمها JITITFE ده حاجة عملها جير بست نفسه. طيب انت اولا بتسجل في جير بست عادي جدا. تمام ليه يازم تسجل في جير بست. طيب تمام. تحتية انت ممكن تحصل على اي منتج بمنتجات دي دي فيي. تمام. الافضل انك بتلاقي المنتج الاغلى مش المنتج اللي انت محتاجه هو اللي انت محتاجه براحتك يعني لو عايز حاجه فانت بتختار المنتج الاغلى تمام ده بالنسبة لي يعني لو انت مش محتاج حاجه من دول يعني طيب تمام اخترنا المنتج اللي احنا عايز نقول تضغط على كلمة get it free تمام لازم يكون مسجل انا كنت مسجل فنخش بفيسبوك مثلا تمام تمام زي ما نشوفين دخل طيب هننزل نجيب اي منتج مسلا المنتج ده هقول له get it free انا عايز المنتج ده بص يا شباب هيديك هنا رابط الرابط ده عبارة عن ايه عن اي حد يشتري المنتج ده من خلالك واحد بس فقط لو اشتري المنتج ده من خلالك انت بتاخده ببلاش تمام يعني واحد بس يشتري المنتج ده من خلالك انت بتاخده ببلاش انت بتعمل ايه بتخش على مسلا ده حاجه الالكترونية خاصة بشركة شاومي تخش مسلا تخش على مواقع شركة شاومي وتحط المنتج ده وتقول لهم ده كذا 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 وتمام وحاول تسوي المنتج في جميع معاقع شركة شاومي والموضوع مش هياخد منك كتير وياللي يشتري يشتري واللي ما يشتريش ما يشتريش وعلى الا 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 تطلع بواحد وعلى اتنين يشتريوه وهيجيلك المنتج ماجينا لحد باب البيت هيوصل لك ازاي هم اولا بيبعتولك رسالة على الايميل بتاعك انت مسجل بيه انا مسلا مسجله عن طريق الفيسبوك فبعتولي على طريق ايميل الفيسبوك نفسه الايميل اللي انا عامل بالفيسبوك تمام وعادي جدا لو انت مسجل فيه الموقع عادي خالص بيبع مسلا بالجيميل بتخش على الجيميل وتلقينهم بعتوك رسالة ويقولك اني في حد اشترى من الرابط بتاعك فانت كسبت معانا المنتج ده مجانة وبتكتبه لهم العنوان وبيوصل للمنتج طبعا يعني مش محتاج ناكد على مصداقية شركة جيربيس طبعا انها بتبعت المنتجات تمام فدي حاجة سهلة جدا ممكن تختار اي منتج من المنتجات دي زي ما نشايف عندك كتير من المنتجات وعندك تشوف اكتر من سبعين صفحة ز فانتها انا بسه اسا اكيد عامش هتلاقي فينها اا هواتف او حاجزة دي كتيرة لا هتلاقي بعض بس المنتجات زي ما نشايف اكسسوارات تمام? وهنخش على الطريقة اللي بعدها الطريقة اللي بعد كده هي عن طريق الحصول على المنتجات عن طريق قناتك عن اليوتيوب طيب قناتك عن اليوتيوب في حكتان في حكتين لازم تعرفوهم قنات عن اليوتيوب اكتر من الف مشترك تمام الف مشترك فيما فوق لقنوات الضعيفة هو الموقع ده ولكنه مش قويا قوي مقربة بموقع تاني اسمه فيم بيت فانخش عل موقعين ونشوف الفرق. تمام? هنخش على الموقعين. سواني بس لما نخش. تمام. الموقع زي ما نشايفين فين بيت. طيب. اه هنفشح الفرق. الفرق بين الموقعين ان الموقع الموقع اللي قدامنا ده اللي هو الموقع ده وان بيقبل القنوات القليلة. اللي هي ما عندهش كتير. زي قنواتي مسلا فيها الف مشترك فبيقبل الالف مشترك فيما فوق. طيب. اه لو انت خافي المشتركين مش هيقبالك تمام? طيب حاجة تانية. موقع فين بيت بيقبل الخمس تلاف فيما هو. خمس تلاف ايه بقى? خمس تلاف مشترك على القانوات يوديو يوتيوب. او خمس تلاف لايك على صفحة الفيسبوك. او خمس تلاف فولور على صفحة الفيسبوك. على البرو فايل يعني. او خمس تلاف فولور على تويتر. على خمس تلاف فولور على تومبلر. اكتر من حاجة واستراحة موقع ممتاز جدا وخمس تلاف فولور طبعا حاجة مش كبيرة او ان انت ما تقدرش تجيبهم يعني. فحاجة ممتازة جدا في مواقع فينبيت. زي ده مواقع ده فيه هواتف. وفيه حاجة كتيرة جدا 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 انت ممكن تعملها. فيه اكتر حاجة فيه هواتف. هو فلوسه حلوة. فلوسه حلوة اوي. كمان. تمام فلوسه يعني ممتازة في المواقع ده. ولكن لازم يكون خمس تلاف مشترك فيما فوق. مش هافية مشروع تبتح لها. ولكن كده كده مش هنحتاج مش راح فيه حاجة. ده مهم. نرجع هنا على طول المواقع ده انت بتعمل بس في المواقع عن طريق القناة بتاعتك. ما تقلقش من اي حاجة انت بس بتوصله بالقناة وما بيحصلش اي حاجة في القناة. بتعمل هنا وبتكتب لهم انت انا عايز اعمل مراجعة على المنتج ده. بيخش هو يعني مش اي حد بيقبالك خلاص انت لازم تعمل المراجعة على فكرة. في المواقع ده لازم تعمل المراجعة. انت بتخش هو بيخش قصدي. يشوف هل بتتناطق مع المحتوى اللي انت طالبه ولا او اللي هو المنتج اللي انت طالبه هل القناة بتاعتك مسلا انت طلب مسلا منتجات معدد تجميل وانت قناتك تكنية استحالها يديك المنتج فانت بتطلب المنتج عن طلبه الريكوست هو بيعمل لك اكسيبتد او بيعمل لك دينايد او بيرفضك من الاخر يعني. طيب اه انا طلبت اكتر المنتج والحد دلوقتي لستا مجاليش رد على اي منتجات وفيه منتج واحد بس لجال الرد بالرافض مع ان كل المنتجات يعني طبعا طبع المحتوى بتاعي فلكن ممكن عشان اقل في المشترك وكده فمش راضيين يقبلوا المنتجات بسهولة. فالموضوع بس ايه زي ما انش شايفين طلبت المنتجات. وزي ما انش شايفين مش بيرضوا يورقوا بسهولة. لكن انا سمعت انا موقع فين بيت بل وموقع ممتاز جدا. انت هنا تختار بالشكل ده. هنا. وعلى طول بيفتح لك الصفحة اللي تقدر تسجل بها عن طريق قناتك على يوتيوب عن طريق الفيسبوك عن طريق تويتر عن طريق اي حاجة. تختار بقى وتبدأ التعامل مع الناس هو نفس الواجهة تحت الموقع دي تقريبا وبنفس الطرق كده ولكن في منتجات اكتر وفي سرعة اكتر زي ما انش شايف سان اوب وز ويوتيوب سان اوب وز تمبلر سان اوب وز فيسبوك سان اوب وز تويتر. اكتر من حاجة انت ممكن تسجل بها يعني على حسب اللي عندك. فطلوها سهلة جدا وممتازة وفلوس وكيسة تدقوني يعني من ستمائة دولار على الاقل حاجة ستمائة دولار في التطبيق او في الحاجة اللي انت تعملها اشهار. عن طريق ان دماغزة من الناس عارفها ولكن انا بحاول النهاردة باكبر كم يعني اني اشرح كل الطرق لحصول على منتجات من الانترنت. طيب. اه كده خلاص الشرح ده محتاج قناوات يوتيوب كويسة. تمام? الفين مشترك فيه ما فوق. على الاقل يعني. تمام. انا خش على الطريقة اللي بعد كده. الطريقة الاخيرة بقى معنا النهاردة هي الطريقة الاديمة اللي انا كنت احطاها قبل كده في الفيديو ده. عايزي ان ارى بس وصلنا لحد فين? من التلاتاشر. تمام? ننزل تحت كمان. الحصول على منتجات مجانية. الفيديو راح فين? ننزل تحت. زي ما نشايف الفيديو ده. تمام? استراتيجية كيف احصل على منتجات بالمجان. الفيديو ده ممتاز جدا يا شباب. ادعوكم انكم تشوف الفيديو ده. ولكن انا عاشي راح برضو المحتوى اللي فيه. اللي انت هتعمله ناسيب لك ده اسفل الفيديو. هسيب لك ده اسفل الفيديو. وبتخش على رابط كل شركة من الشركات دي. كل شركة من الشركات دي وبتعمل الادي. خش على الرابط ده مسلا. تمام? دخلنا? تنزل تحت خالص. بتشوف صفحة الفيسبوك الخاصة بالشركة دي. تمام? بتظهر عندك صفحة الفيسبوك. اكيد تحت فلقص هنا. تمام? وبتخش على بتاعتهم. ما لقيتش كنتكت اص هتلاقي ملقيتش جواه ايميل تبعط عليه. خش على هنا في وقوم داخل على قناة اليوتيوب بتاعتهم ورسل لهم رسالة. تمام? في عندهم قناة يوتيوب زي ما انت شايف. وعندهم فيسبوك زي ما انت شايف. هتخش على فيسبوك وتكتب رسالة حلوة انا مش هقول لك على محتوى الرسالة. اكتب لهم بس رسالة ان انت مسلا عايز تساعدهم. عايز تسود لايكات للصفحة بتاعتهم. عايز ترتقي بالموقع بتاعهم بالمعنى ده. يعني انت حاول تفاقهم ان انت عايز تفيدهم بمعنى صح. وهم هوافقوا ان شاء الله على المنتج. زي ما ان ده لكن هاتتكلموا عصابحة على اليوتيوب عندهم طبعا عشان الف تسكرايب يعني ده حاجة كويسة جدا. خش على على وتخش علي وتبدأ هنا تكتف المحتوى رسالة بتاعك عادي جدا 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 هلو ايم كزا كزا انا عندي قناة يوتيوب اسمها كزا وتنساش اهم حاجة تكتب ايميلك تحت. طبعا ما تكتبش العنوعين متكتبش اي حاجة. لا اكتب الحاجة اللي انت تملكها مسلا انت تملك موقع تملك قناة يوتيوب كويسة تملك موقع ترتيب كويس على فكه اهم عاجل الترتيب وتنزل تحت تكتف الاخر ايميل حضرتك وتقولهم ان انت مراجعة مراجعة يعني ان انت بتقدر تراجع لمنتجات زي بقيت الناس العادية جدا وبيبدأوا يتواصلوا معك مباشرة لو عجبتهم محتوى القناة وطبعا محتوى الموقع هنا بتخش تعمل لهم لايك وتخش على الرسالة وتبدأ ترسلهم في الموقع بس وبينتهي الموضوع على خدا وان شاء الله لو عجبهم المحتوى بتاعك بيبدأوا يتكلموا معك مباشرة طمام كل ده مش محتاج قناة يوتيوب كبيرة برضو هم محتاج قناة يوتيوب مسلا لو انت قناتك لها علاقة بالمراجعة انت اصلا بتراجع منتجات فانت اكيد مش محتاج قناة يوتيوب كبيرة انت بحاجة مسلا قناة يوتيوب ترات الاف اربعة الاف مشترك وتاخد ادخانها موبايل او ادخانها يعني اه منتج منتج ممتاز يعني تقول تاخد اي موبايل انت عايز بقى او حاجة انت عايزها هتجي لك مباشرة لان انت 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 اصلا مراجعة يعني الناس كتير بتوعك عشان انت مراج انت بتراجع حاجات والنس تاخد رؤيك بحاجات فانت هيبعطولك منتجات مباشرة لانه عارفين ان انت مراجعة. فانت لو مراجعة فانت اكيد هيوصل لك المراجعة بسهولة. اما انت لو زي كده اللي هو مش مش بتراجع اصلا منتجات ويعاوز تصل لمنتجات وتبدأ في شغل المراجعة من البداية فانت مش من السهل لتصل لعمل منتجات ولكني بحاول. فانا كده شرحت كل الطرق تقريبا اللي تشرحت وكل الطرق اللي ما تشرحت. اعطاك ان معظم الطرق دي تشرحت قبل كده لكن حاولت اجامع لك كل الطرق ده في فيديو واحد. ان شاء الله ما يعديش الخمساشر دقيقة. حاولت اجاملك كل الطرق باختصار عشان الناس كلهم ما اتلغواتش وتعرف ان هي دي الطرق الوحيدة حاليا على الانترنت في الحصول على منتجات بالمجان. كده معكم مصطفى ونقرات مصطفى بمتك الفيديو لو عجبك. ياريت تعمل لايك الفيديو ده وما تنساش تعمل لقناة اهم حاجة تعمل اللايك لان اللايك ده بيساعد جدا. بحس ان انتو اعجابكم الفيديو وعجبكم المحتوى بتاع الفيديو. فهي بتعمل لايك الفيديو ده وما تنساش تعمل لقناة مرة تانية. واهم حاجة برضو اشير الفيديو عشان نبدأ في دعم اليوتيوبرز ان شاء الله هعمل سلسلة نعمل اليوتيوبرز قريب. ولكن لما نوصل بس العدد كويس من المشتركين مسلا تلات الاف مشتركة نبدأ نعمل نوصل لحاجات تانية. مسلا انا متأكد نالا اول ما اوصل العدد في المشترك هبدأ اعمل بس مباشر مع ناس تانية. ونبدأ نتواصل مع ناس تانية زي قنوات كتير من القناة العربية هنبدأ نتواصل معهم. بس ان احنا نبدأ نحقق مع بعض اللي هو شغل كويس جدا فيه البس المباشر نبدأ بنرد على اسئلة الناس. الى متعليقة بالربحة بابا متعليقة بشراكات الالان متعليقة بحاجات تانية غير الريحة الانترنت. فهنبدأ نشوف اكتر من مجال. كان معكم مصطفى نقرأت مستبوم تكمارة تانية. شكرا شوفت الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.